مبروك لنادي لك كابتن على الأداء وعلى النتيجة وهارد لك لنادي غزل المحل كابتن أيمن قبل ما نتكلم في الحالات سوف نتكلم في الظاهرة بتاعة المباراة النهاردة وهي ظاهرة الفار وإحنا بنتكلم على المرتكول الفار بنفكر ناسا كابتن بلال إيه الفار تاني بنقول تاني بنفكر الفار بتدخل في إيه؟ في الحالات الظاهرة الواضحة الغائبة عن الحاكم مضبوط تاني جماعة بنقول إن الفار النهاردة معنا حالات كتيرة جدا هنشوفها ونلاقي إن الفار تدخل غير مبرر الحالات الظاهرة والواضحة والغائبة أعتقد إن الفار تدخل مش تبكى المرتكول تدخل خاطئ في أكثر من حالة يعني أنا عندي النهاردة كابتن أيمن حالة شناوي حالة غريبة جدا يعني النهاردة لما الحاكم يسلح بالصمارة اللعت والحارس ينجح في لعب الكهرة نجح نجح في لعب الكهرة خلاص مفيش بقى فرصة محقاقة الحاكم الحالة فيه قدم ركوية جدا أفجأ نلاقي إن الفار بيستدعي الحاكم عشان يقوله إن دي محتاجة كارتة عامة طيب هنجيب اللعب ونشوف راك الجزاء واضحة جدا جدا للأكرم النهاردة صح واضحة جدا الفار مفروض إنك أنت تجيبه في اللقطة ما جدتش في اللقطة إنك جدت في اللقطة الشنوي اللي مفيش فيها مخالفة عندنا لقطة تنة الدهس على الصاق ودي واضحة جدا جدا وما جابش فيها الحاجة حالات معنا كابتن بلال حالة حالة وزي ما قولنا بنقف مع الحكام ولكن الفار لابد أن يكون فيه وقفة لحكام الفار الحكام النهاردة كان عندنا الحنفي حكم المباراة سامي هالهل المساعد رقم واحد أحمد رجلي ده من الوقت الجديدة كابتن بلال نهاردة هايل النهاردة أحمد رجلي من الوقت الجديدة عمل اللقطتين حلول جدا جدا اللي هم الحالتين اللغة فيهم الهدف وعندنا هشام الفلال حكم رابع عالفار كان محمود بسوني اللي كان موجود وهو منطبي الحالات النهاردة اللي كانت موجودة الحالة الأولى نشوف الحالة الأولى معنا هنا أكرم يستخلصوا بيعدي ونبصد اللي هنا الدخول بتهور انذار واضح جدا جدا المحمد ريب وحتى الليعب عنده قناعة بالانذار ماكش اعتراض وبالتالي هنا قرار صحيح من محمد اللي حانا فيه نشوف هنا نشوف هنا أكرم معدي وبقين هنا التكلنج بالرجلين يا كابتن شريف بص بالرجل الشمال واليمين اللي الاتنين اللي موجودين خليه يكملها كمان انذار للتهاور بص يكملها بقى بعد بالزبط تمام انذار للتهاور وانذار صحيح فيه أعزال حالة حالة تانية شوف هنا هنا الراجل بيستخلص و بيروح وحلاقي اعتراض غريب جدا 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 يا كابتن بيلة أنا بس هستأذنك هستأذنك الأول هرجع بالحالة داية محول هو هنا يقدر انذار هنا ليه نمشي بقى نمشي نمشي تمام 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 ستوب هو هنا الراجل دا لو عدى اللي لم ترتكب هذه المخالفة كابتن علاء كابتن عادل الراجل دا عنده فرصة واوبشن يروح يعمل دريبل يعد يعمل باص نحط تانية إذن هنا فيه تعطيل للهجوم الواحد يعني هنا انذار هنا الحنف مديه الراجل دا هو ارتكب المخالفة لتعطيل للهجوم الواحد وبالتالي هنا هنا أشهر بطاق الصف والقرار كان قرار صحيح يعني اللعب نادل أهل النهار دا لو مر حيب عنده فرصة يعدي من هنا أو يعمل باص النحط تانية وبالتالي هنا تبقى ان القانون الانذار كان صحيح نشوفها في المخالفة ونشوف المخالفة واضحة جدا 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 كمان هنا اعتراض على الحنفي هو يعني علاس ان هو يعني تأثير على الحكم فيه القرار ولكن هنا كان القرار صحيح بانذار اللاعب وبقول لي يعني فيش فايدة من الاعتراض يا جماعة لان حكم خد القرار ومش هي قدر يرجع في قراره مرة تانية يلا خلينا نروح للحالة اللي بعد كده نشوف حالة برضك من حالات المهمة ونشوف هنا برضك ان احتسب محمد وممكن قريب جدا 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 وده فاول بالمعيار هو المعيار اللي ادى فيه الحالة في البطاقتين تعا نشوف المخالفة ديت بقى نشوف المخالفة هنا لابنا اللي هي لعدة تمام ونشوف هنا التهور موجود من لعب المحالة نشوف المخالفة هنا الدهس موجود في الرجل وبعدين نزع على الرجله ممكن كانت ممكن تساب إصابة كبيرة جدا لكن هنا الحنف بقول له حنف دي كانت تستوجب البطاقة ولكن انت حسابت المخالفة ومدتش البطاقة وده لابد انك انت كنت تدي فيها البطاقة الصفر الحالة اللي بعد كده حالة من حالات مهمة جدا هرجع بس هقف تاني معلش سامحني ستوب نمشي شوية كمان انا عاوز بس اشوف المساعد 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 بس كابتن هيرا المساعد كابتن عمل ايه الرافع خلاص اه بس يا كابتن هو رفعته كده غلط تمام توقيت الرافع غلط اه ولا هو توقيت الرافع مصبوط برافو سؤال انت عاوز تقول انه هو كان ممكن يسمح بالسمرار الليع يعمل الدليء وبعد كده طيب حنجيب الليعبة دات كابتن احمد من الزاوية الجنبية ونشوف هو متأكد وقفته صح تمام لاش مالاش لقى بالتأكد يا كابتن تعال لاحظة اللمس بس هو سؤال اللحمد بلال جميل جدا يلا تاني 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 ستوب بس يلا انت رأيك ايه اه هيا افساد يا كابتن واضحة واضحة مليار في المائة دي من حالات يا كابتن بلال اللي هي مش محتاجة انك انت تعمل دليء ليه هنا خط ما تدري جزاء هنا موضح كويس اوي اوي لا 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 انا عصودها كابتن هل هل البروتوكول بيقول لك لازم تستنى ولا ممكن يعني طيب برافو انا هستنى امتى عارف امتى لو في لعب زميل اللعب ده جاي من تحت ممكن استنى ممكن استنى لان اللعب ده اوات في موقف تستلل حسبه امتى لما تداخل تمام هو هنا اللعب لوحده في زميل جاي وهنا استلم خلاص هو استلم ولعب ولعب وبالتالي هكا حكم مساعد اللعبة مش محتاجة تمام وراية تلعت هنا الحنفي اخر شوية حولك اخر ليه لو تفتكر لعبة جميز لو تفتكر في ماشه نادل اهلي لما المساعد رفع وهو جميز ماشه اللعب وحسب هدف هو يمكن الحنفي هنا قالك ايه يمكن رية تطلع مش مزبوطة لانا لو صفرت النهاردة وجي هدف هتبقى مشكلة فهو يمكن الحنفي ماشه اللعب واخر صفورة وبالتالي هنا كان القرار كان صحيح من حكم المساعد الحالة بعد كده حالة جميلة جدا جدا وشوفت هنا برضك محمد هنا حتى اسلوب الدخول واضح جدا جدا التهور وهنا التاكلينج موجود ده الانذار مفيش فيه فصالة يا محمد اه هو ريتم يعني ريتم محمد يمكن بيخلي اللعبة تواصل كتير ولكن هذا الاسلوب في اللعبة دي كان تستوجب البطاقة الصفرة طبعا هو احتسب المخالفة فقط ولم يشهر البطاقة الصفرة الحالة بعد كده الحالة اللي جاية وحالة مهمة جدا جدا نشوف هنا من اول خالص هنا في مخالفة كتن هنا موجودة ولكن طبعا هنا اللعبة مشي ممشي هنحزبك على الأخطاء الصغيرة ديت ولكن خلينا نروح للحالة اللي بعد كده خلينا نروح للحالة اللي بعد كده يلا هنا الحالة دي مهمة جدا عند احمد رجل مساعد رقم اتنين وهنا هو سامح هنا بقى بصة كابتن بلال هو استنى هنا بقى استنى بعدين لما جي الهدف راح عشر ليه بقى استنى هنا اللي بقى هنا صعبة صعبة تعال نشوفها كده من الزاوية العكسية ونشوف تعال نشوف كده لحظة استلام بصة كابتن هنا بقى ايه ايه صحيح زي الاولية الاولية مثلا فرق هيها تلاتة يارد دي خطوة هنا الفرق بخطوة مزبوط هو طبع هنا البرتوكول ولكن هنا تسلل موجود وقرار صحيح من احمد رشدي حكم المساعد رقم كابتن بالخبرات كده اسألك سؤال بعد ايضا حضر لك ايه كده عدد الكاميرات النهاردة قدي كاميرات النهاردة كابتن ممكن تكون من تمانية من تمانية يعني تمانية اه يعني هي فيه مشروع بستة ولكن نهاردة تمانية نتيجة ان الكاميرات النهاردة فيه مشروع كتير النهاردة كابتن ايمن بتتلعب خلي بالك نهاردة كان فيه تعليم من اربع ماتشاط اي فتمانية يعني ماشي بسامة حاجة الحالات لما تيجي في الفار تبقى جاية واضحة صح هنا قرار صحيح لأحمد رشدي وبالتالي هنا هنا حتى كمان الفار هنا جاب الخط والقرار باحتساب تسلل كان قرار صحيح حالا لبعد كده شوف هنا اكرم والمعيار واحد هو هنا ادى عبد المنعم ده عبد المنعم عبد المنعم هنا طبعا هنا ده وقع غزبا عنه اوه بس هنا كابتن هنا وقع غزبا عنه وده باهمال وهنا اللعب كان رايح برضا تعطيل هجوم واحد وهنا الانذار انذار مستحق عبد المنعم وبالتالي هنا المعيار كان معيار واحد فيه البطاقات بالنسبة لتعطيل الهجوم الواحد اللي بعد كده حالة من الحالات المهمة جدا وانا بقول تدخر غير مبرر من الفار نشوف يا كابتن بلال كابتن علاء كابتن شريف حضرتك بتستدعي الفار عشان تقوله ان هنا فيك بزاعة حم طرد طيب تعال نشوف مين اللعب الكرة كابتن نشوف يلا خلينا نمشي ماشي بس الشناو هو ه Lindley يعني شناو بيتحسب على ايه لعي بكورة ولا عارس مرماء هو مش لعيب برا لاعب يا كابتن هو انا بلعب بردله لاعب برا السندوق يعني عبرة يعني عبرة هنه هو كابتن هنا لو كان فيه مخادفة مش ناوي كان حاجة اسمها يعني منع فرصة محققة لتزيج الهدف تستدعي الكارتة تستدعي طرد طعم طبعا ولكن هنا مش ناوي لعب الكرة وما كان يجب عليك انك انت تستدعي ومعرفوش يحطوها في الجول بتستدعي ليه؟ وبعدين حتى كمان الحلف يدى استمرار او يدى تحت فرصة يعني انت بيجيب الحاكم بتعمله مشكلة من لا مشكلة صحيح حكا ماشي كويس تدخل فكارات كده يعني غريبة هنا بص تاني هو انشوف بص يا جابتن هنا يلا 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 اهو ذا الكور خلاص صح